تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء للحد من انعدام الأمن الغذائي وإصرار الحكومة الشادية لتجاوز ميحن الفيضانات والضمان القدرة الانتاجية في المحاصيل الزراعية دخلت هذه الاتفاقية حيث التنفيذ بتكلفة مالية بلغت 500 ألف دولار أمريكي حسب ممثل منظمة الفاو بيشات مارك مانوكوسو معددا مجهودات المنظمة من حيث الأنشطة ذات الصلة وفي رفع قدرة الانتاج واستقرار الأمن الغذائي ضمان وزير الدولة وزير الانتاج والتحول الزراعي لوكين ميدار الشركاء والمنتجين عن رغبة الحكومة الواضحة لتجاوز تداعيات الفيضانات واتخاذ تدابير وخطط مستقبلية وأمنية كما أن البلاد إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس للتغير المناخي الذي يمهد الطريق للتعاون بين الدول والمنظمات والهيئات لمواجهة التغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر